قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود لا عقر في الإسلام يعني لا ذبح في الإسلام كانوا يذبحون لا للميت وإنما يذبحون بقرة أو بهيمة باعتبار أن هذا الميت من الكورماء في الدنيا فيذبحونها حتى تأكلها الطير والسهباع فجاء الإسلام فقال لا عقر في الإسلام قال المناوي رحمه الله كما في فيض القدير ومثل هذا التصدق في المقابر بل نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن إخراج الصدقة مع الميت حينما يشيع بدعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر